خلينا نروح بقى لحاجة كمان حلوة ومنتخب مصر للمصرع اللي شارك فيه بطولة إفريقيا اللي استضافتها المغرب في الفترة من 17 ل 22 مايو وكلمنا فيها طبعا قبل كده بمشاركة هنا 23 دولة إفريقية طيب مصر حققت الدقيبة البعثة المصرية خليني أقول لحضراتكو حققت عدد 72 ميدالية متنوعة في منافسات المصرع عندك الرومانية والحرة والنسائية ده بواقع كام في المجمل 44 ميدالية ذهبية 15 فضية و13 برونزية احنا مش بنتكلم في حاجة عادية جماعة دي حاجة عظيمة جدا ده إنجاز رائع جدا مبروك للاتحاد المصري للمصرع جميع أعضاء البعثة المصرية في هذا الإنجاز عمل بجد رائع عزيمة وإرادة من لعيب ولعبات المنتخب الوطني المصرع كبير جدا فكرة هنا أو قدرتهم كمان على إحداث الفارق في منافسات البطولة أعتقد حاجة رائعة بالمناسبة برضو خلييني أقول لحضراتكو باثت المنتخب ضمت 60 لاعب ولعبة منهم 20 لاعب ولعبة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ده اللي احنا فتحناه قبل كده وهذا المشروع القومي اللي بجد هيفرق بشكل كبير جدا على فكرة هنا ومنظومة الرياضة في مصر سواء للسيدات أو للرجال فالشيء محترم جدا أنت ببص لقدام إيه الفكرة من دي احنا قولنا قبل كده أن أنت تخش العمبيات أن أنت تقدر كمان تحصل يعني ميدليات أكتر والذهبيات أكتر ده اللي احنا بنأمله إن شاء الله في باريس 20-24 ومزيد ومزيد من التقلق في الرياضات المختلفة وفكرة برضو عطاء الفرصة يا كريم لمن ليس له حظ مثلا أو في محافظة ما أو في مكان ما ما يمكن مش سهل الوصول لأي نادي أو مركز شباب أنت بتروح وبتدور على الموهوبين دول أو هما بيجوا لك وبتديهم فرصة أن هما يثبتوا نفسهم ومن هنا بتبدأ رحلة النجاح فحلو جدا ده وبتدت هي تندع يا حضرات يعني زي ما يقول كده إنجاز التعبيري الماكلة بتدت تطلع قماش لأن خلاص بصوا الخبر اللي بتقوله نهوان بجد يفرح ويخلي الواحد واثق إن في الفترة الأخيرة الحقيقة بينا بنحضر أو بنشهد قرارات مهمة جدا إن شاء الله تؤتي ثمارها تباعا في المستقبل القريب بإذن الرحمن ترجمة نانسي قنقر